الأهلي طيب الأهلي زي ما أكلم جيم ضغط كبير جداً بتعرض للفريق هيتعامل مع المتشاط كلها اللي جاية أنها متشاط تجارية تجارية بمعنى إيه اللي أنا هنزل تفكيري الأساسي تلت نقاط ليه؟ الدبدابة اللي عملها بيرمز على النادي الأهلي يمكن إزاي مالك بعد شوية من الصعب أنه يلحق بالأهلي وبرمز بسبب فرق النقاط لكن الأهلي لحد الوقت في الجيم في جيم الدوري والدوري بالنسبة لنادي الأهلي حاجة كبيرة هكسب بأداء فني كويس هكسب بأداء فني سيء أهم حاجة أنا أبحث عن التلت نقاط ده يمكن الشغل حتى الفني اللي إحنا شوفناه في مبرات فرقه بالأهلي ما كانش أحسن حاجة في الجيم لكن عارف يكسب عارف يكسب ببعض الحلول الفنية اللي وجدها كولر في المجرأة عنده ناقص كتير بيحاول أن يوجد حلول لمراكز كتير عمنا له مشاكل زي مركز الباك الشمال بيحاول يوجد جبهات جديدة بعد ما كانت الجبهة الشمال على مدار أكتر من 3-4 مواسم هي المتقلقة في النادي الأهلي بوجود بعلي معلول وأي أن كان الهاف اللي يلعب قدامه الجبهة دي بتبهيها الأونفاير في النادي الأهلي فبدأ أنه وجد حلول تانيا أنه يشتغل على ناحية الليمين بوجود عنصر كبير أو عنصر مهم على المستوى الهجومي زي عمر كمال اللي توهج مع نادي الأهلي الفترة الأخيرة بن يرمي إمام عشور ناحية الليمين وفي مركز أول مرة نشوفه فيه أو مش معتدين عليه ناحية الليمين كالعيب رقم 8 وقدامه ريدا سليم اللي ناس كبت طالب الفترة اللي فاتت فين ريدا سليم فين ريدا سليم ريدا سليم بدأ يدخل واستغلال المشاكل أو الإصابة اللي عند بيرسي تاوي عظيم